السلام عليكم أهلا ومرحبا بكم عندي واليوم قراءة لعزيزي برج القوس لشهر جوان أو يونيو هي قراءة معممة قد تنطبق على البعض منكم أو على الجميع وقد تنطبق جزئيا أو كليا هي قراءة لبرج القوس الشمسي القمري والطالع لذلك أخذوا ما ترتحون إليه من الرسالة والقراءة والباقي أتركوه يرحل في السلام للكون فهناك شخص آخر يحتاج لهذه الرسالة نبدأ وهي قراءة للنساء والرجال مع أنني دائما أتكلم مع النساء لكن لأن معظم أو أغلبية متابعين هم هنا نساء لكن هي قراءة للنساء والرجال الوخة إذا لنبدأ كانت من لكم حظ سعيد حظ سعيد حظ سعيد يا ربي الحبيب غادي غادي نديروا القراءة السحب ثم سنأخذ سنرى ما هي نصيحة أو رسالة الملائكة والنصيحة السماوية كانت من لكم حظ سعيد بسم الله عزيزي برج القوس خاصة البنات أرى أنكم يعني فقدتوا بزر ديال الوزن يعني عافيتوا بزر يعني فقدتنا الكثير من الوزن لذلك أعتاني بنفسك الله يخليك ويعني أنت تصومين بالليل والنهار أو أنت يعني تصومون بالليل والنهار لذلك أعتاني بنفسكم الله يخليكم البعض منكم ربما يعني عانى من نيمونية يعني لابنموني يعني السعال والالتهاب الرئوي لكن الحمد لله هناك شفاء وخاء يعني بسبب هذا التغيير الجدري يعني في الجو اليوم باء اليوم طقس بارد وغضاء الطقس حار لذلك لكن هناك شفاء إن شاء الله بالنسبة للعمل أرى أن هناك خيبة أمل في العمل هناك خيبة أمل في مجال العمل بسبب الطاقة السلبية نعم بسبب الطاقة السلبية يعني طاقة الحسد لكن عزيزي أنا أرى بداية عمل جديد وهذا العمل سيسمح لك بإظهار أفضل ما فيك يعني سترتاح كثيرا في هذا العمل وسيسمح لك يعني أن تخرج هذا الإبداع الذي بداخلك وهذه يعني الكشف عن هذه الروح الجميلة التي لدى برج القوس يعني برج القوس هو الحنان واللطف هذه هي الصراحة والحقيقة نعم هذا العمل كذلك سيسمح لك الله الله سيسمح لك بمساعدة الآخرين مدياً ومعنوياً واخا سيسمح لك بمساعدة الآخرين مدياً أو معنوياً أو بجوج يعني مدياً ومعنوياً في نفس الوقت يعني أنت ترسل للكون وستتلقى نفس الشيء ترسل الخير والبركة وهذه هي القاعدة الكونية كما أقول دائماً واخا من السلبي هذا ما أريده يعني هذا ما أريده أن أقول هذا الحبيب الله يحبك الله 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 يحبك هذا البداية دا بنشرحه دا بنشرحه دا تخليوني نركز غير شوية بداية حب حب قوي وصافي هرب هرب من هذا أنت تهرب من هذا الحب واخا هنا حبيب طاقته نارية يعني أسد أو قوس مثلك أو حمل هو حب قوي وصافي ومكتوب لا مفر منه واخا لا مفر منه وحب حياتك واخا لكن هناك طاقة سلبية بزاف طاقة سلبية يعني ماشي سلبية يعني فضيعة هذا الإنسان يتصرف بشكل سلبي وسيء بزاف كثيراً يعني كثيراً هذا أسوأ ما قرأته واخا هذه الطاقة السلبية تؤثر على هذا على تصرف هذا الحبيب بشكل فاضع هذا الإنسان هذا الحبيب يصير يصير ببوليغ يعني كفش كان قلوب العربية ثوناء القطب نعم هو ليس مجنون لكن هو مرة ثلج ومرة نار ليستر وكل هذا بسبب هذه الطاقة السلبية هذه الطاقة السلبية لا أدري لماذا تؤثر كثيراً في هذا الشخص يعني ليستر 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 وعرب الزاف وقبها هذا الشخص امرأة نعم امرأة أنا أرى امرأة وكذلك منافقة أنت تعرف هذه المرأة لأن معك تظهر وجه ولديها وجهان يعني منافقة سبحان الله العظيم ليستر يعني هذي إيبوك خيت بزاف بزاف وطاقتها هي حسد وغيرها لا حدود لها سبحان الله العظيم نا يعني كنصحكم بوضع خميسة في العنق أو كأكف يعني أنتم تقولون في بعض البلدان العربية كف يعني خميسة أو كف في عنقكم وإقراءوا معاودتهم في الصباح وقبل النوم الله يخليكم لأنها قبيحة بزاف الله يحفظكم فأنتم ملائكة كل القوسيين الذين تعرفت عليهم في حياتي هم ملاك فوق الأرض هذه هي الحقيقة هذا الإنسان يذهب ويعود يقول لك اليوم حبيبي أحبك كان بغيك ما نقدرش نعيش بلا بيك غد ينحمق سأجن أحبك ولا يمكنني العيش من دوني أغضى بحالي لا قلبه الجنون يعني تقول لك ابتعد عني أنا لا أريد أن أكون معك يعني هذا الإنسان لا أدري ماذا يحدث أنا لا أدري ما الله أعلم لنواصل عزيزي إنها قراءة يعني يفك ويتعذب هو يتعذب هو يتعذب كثيرا عزيزي برج الأسد عفوا عزيزي برج القوس تقول لك هذا الكرد أن يعني أن لا تتكلم كثيرا الصمت كرد الصمت أن لا تتكلم كثيرا أنت عزيزي برج القوس براءتك تجعلك تثق بكل الناس لكن للأسف للأسف الشديد مشي كل الناس بحالك لا تتكلم مع أحد عن أمنياتك عن أهدافك يعني خبيها خليها لك بحديتك أو يعني تكلم عن هذه الأشياء مع من تعرف أنه طبعا يحبك يحبك ويتمنى لك الخير أمك مثلا لماذا؟ لأنك إذا تكلمت عن ما في قلبك وفي بالك تثق بزاف في الناس لأنك إنسان بارئ بزاف وطيب بزاف فسيدمرون كل هذه الإيجابية التي بروحك فالقوسيين هم هاكد دائما إيجابيين وعندهم هاد الفرحة الزوينة وهذا الطاقة يعني الأطفال النبيلة لذلك الله يخليكم الصمت الصمت وخليوا دك الشيء اللي في بالكم في قلبكم أو للأم الحبيبة وخة لا ولا يعني رغم هذه الطاقات رغم هذه الطاقات الثلبية لا تفقد أبدا السعادة والفرح يعني أنت عندك سعادة خالدة وفرح خالد في قلبك في روحك وفي وجهك وخة قراءة يعني قراءة موف جعلتني يعني كان تأثر وتخلعت شوية لأنه يعني تقت قبيحة بزاف لكن هناك حب جميل حب جميل عزيزي أرى كذلك شخص ثاني أرى حب آخر شخص آخر إنسان طيب في غاية الطيبة الطيبة في غاية الطيبة وكل هدفه هو إسعادك وطاقته هوائية هذا الحبيب هوائية أو طرابية كذلك وخة وأنت أولويته هذا الحبيب نحن نتكلم عن حبيب آخر إما هو موجود في حياتك أو سيظهر لكن أرى أن هناك إنسان طيب جدا يحبك بزاف لكن أنت يعني لا تنسى الحب الآخر يعني الحب الناري الحبيب الأول الذي طاقته نارية أسد قوس أو حمل وخة لكن مع هذا الشخص ستعيش هذا الإنسان سيعيد لك التوازن في حياته وملك هذا الإنسان يعني سيعطي لك كل ما تستحقه عزيزي برج القوس لأنك عانيت كثيرا مع هذا الإنسان لكنك لا تنساه لا تنساه ورغم هذا الرجل يعني هذا الطاقة الهوائية هذا الإنسان الطيب الذي يحبك بزاف أنت لا تنسى الآخر أبدا ومع هذا الإنسان ستعيش سعادة كاملة سعادة كاملة يعني هذا الإنسان سيضحي بكل يعني أنت أولوياته كل شيء في حياته هو أنت وأنت وأنسى لكن ماذا يحدث؟ هذا البرج يعني هذا الحبيب الحبيب الناري لن يترك هذه الأشياء تحدث هو دائما حاضر كيمشي وكيرجع لأنه لا يريد أن يخسرك لا يريد ويدافع يوما يدافع عنك وغدا يرحل ويختفي وهكذا دائما واخا كانت هذه القراءة قراءة جميلة بزاف ومع هذا الإنسان الثاني أنت ستعيش يعني يعني الخير والرزق واخا هذا الإنسان سيعطيك كل شيء هذا هو الحب الناري وهذا هو يعني سيعطيك كل شيء لكن الآخر لن يتركك بسلام دائما غادي يكون إما في عقلك وقلبك أو سيظهر من حين لآخر في حياتك واخا وما غاديش يخلك يعني ما غاديش يخلك ترتاح أبدا يعني عاطفين ما غاديش ترتاح لأنه توأم الروح وهو يريد أن يعيش معك لكن هناك حواجز وطاقة سلبية بزاف بزاف الله يحفظكم ويحميكم يعني طاقة قبيحة بزاف لذلك أنا باعي معاكم الله يحفظكم ويحميكم وأوصير الله يحفظكم ويحميكم واخا ولا تترك يعني هذه الطاقات تمحي هذه الابتسامة التي هي دائما مرسومة على وجهك عزيزي بورج القوس الله يخليك لا تتركها تختفي أبدا أبدا لأنك أنت يعني أنت لطيف وحانون بزاف بطريقة مفرطة ومبالغ فيها لكن لا تسمحوا لهذه الطاقة السلبية تغير شخصيتكم المميزة والجميلة مهما أساء إليكم فالسماء والكون يعني الوئام الكوني يرجع الأشياء أو يترك الأشياء في مكانها يعني مهما كانت هذه الطاقة تدخل بقوة تريد التفرق الكون سيترك كل الأشياء في مكانها هذه هي القاعدة القاعدة الكونية وهذا الحب لا مفر له لا مفر منه لكن هناك الكثير من المعاناة نعم وأنت عزيزي لا تتغير وأنت ما ترسله للكون يعود إليك وهذه الطاقة السلبية كذلك ما ترسله إليك هي ترسله في الحقيقة لنفسهم هذه الطاقة السلبية يرسلون السوء وسيعود إليهم يعني أنت لا تخاف لا تخاف أبدا من هذه الطاقة السلبية فهي في الحقيقة طاقة ضعيفة طاقة الجهل أنا لا أؤمن بالشر هي طاقة الجهل والضعف ولذلك تتصرف بهذا هذا التصرف العنيف والسيء وأنت عزيزي طاقتك هي القوة القوة والطيبة والنجاح معك دائما ستنجح في كل ما تريده في العمل في الحياة في الحب في كل شيء لنرى ما هي نصيحة الملائكة والنصيحة يعني لا وغادي ناخد شوية الحجر لأني أحتاج لطاقة إيجابية لأني رأيت طاقة سلبية بزاف بزاف يعني طاقة سلبية هذا ليقرأوا المعاوذتين لا يخليكم وضعوا خميسة في العنق ديالكم وغادي ناخد مشغل وحدة غادي ناخد ثلاثة ديال الرسائل لأني رأيت طاقة سلبية بزاف تقول يعني الطابعة يعني الهواء الطلق الطابعة سيجعلك يعني تعود للشباب وخا في فصل الخريف ستحصل على الرزق نعم ستحصل على الرزق هذا ما يقول يعني القطف يعني في فصل الخريف قطف الثمار وخا هادي تقول الجواب لسؤالك يتعلق بابنتك لا ادري ربما البعض منكم عندكم بنية او اذا لم تكونوا متزوجين فطفلة من العائلة او يتكلم عن براءتك انت انت كطف براءتك يعني براءة برج القوت وخا واحدة هدي غادي ناخد منها ثلاث لنرى ما هي الرسالة الملائكية ملائكة الحب أه تكلم بقلبك وقلبك مفتوح يعني تكلم بصراحة مع يعني تكلم عن عن مشاعرك مع حبيبك هذا ما تقوله هذا القطف الثانية انظر لحياتك العاطفية بتفاؤل التفكير الإيجابي والإيمان سيجيب لك الحب هذا الإنسان الذي تحبه أنت التفكير الإيجابي والحب سيجعلهما يعيدان الحبيب إلى حياتك والأخيرة أحبب بدون خوف افتح قلبك للإعطاء نعم للعطاء وللاستلام لاستلام الطاقة يعني أعظم طاقة موجودة في الكون كانت قراءة جميلة كانت من لكم الخير كانت من لكم الخير الله يحفظكم